السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسائل خير عليكم يا رب دايما بخير ايه هي الرموز اللي لما يشوفها حد مقروب يعرف ان فيه انتهاء كرب او انتهاء هم هو بيمر بي رقم واحد هي رؤية الاستحمام الاستحمام للمقروب او المهموم ده رمز لزوال هم هو بيمر بي وانه خلاص بي ينقضي ونسأل ربنا انه يدخل في فترة محمودة كمان رقم اتنين انه يشوف انه خلع الحزاء بس شرط يكون الحزاء ده فيه اي سوق يعني حزاء مقطوع حزاء شكله قديم حزاء شكله بالي فجزء انه هو يخلعه فده معناه انه خلاص من سوق وخلاص من مشقة وضرر هو بيمر بيه رقم تلاتة رؤية اسم صفاء رؤية اسم صفاء لما يكون مقروبة او مهمومة واشوف اسم صفاء او اشوف ان فيه امرأة اسمها صفاء دخل المكاني ده معنى ان انا هدخل على فترة راحة واستقرار كانت مفقودة في حياتي كمان من الرموز المحمودة للمقروب او المهموم رمز غريب جدا يعني مش معظمنا بيشوفه وهو تسريح الشعر اني اشوف اني بصرح شعري فده معناه انه تيسير في امر وزوال هم وكرب انا بعاني منه كمان من الرموز المحمودة جدا للمقروب او المهموم هي رؤية قضاء الحاجة انه يشوف انه بيقضي حكته شرط انه يكون بيقضيها في مكانها اللي هو مكان قضاء الحاجة او المرحاض فده معناه انه فيه دفع ازا ودفع هم وكرب هو بيعاني منه فده مباشرة جدا ليه في الفترة المقبلة من الرموز المحمودة جدا ليه هي رؤية دعاء شرط ما يكونش شافه هو بيدعي بايه يعني ما يكونش ان انا بدعي ربنا انه يرزقني زرية صالحة انه يرزقني زوج انه يرزقني شيء لا اشوف ان انا بدعي بس انا مش عارفة انه كنت بدعي بايه كمان من الرموز المحمودة هو رؤية اني اشوف نفسي في التشهد الاخير يعني اشوف نفسي ان انا صليت واتميت الصلاة ولكن انا في التشاهد الاخير التشاهد الاخير دي من الرموز المحمودة لان هي بتقوله هيقضى ليك امر وحيدفع عنك هم وكارب عظيم كنت بتمر بيه كمان رؤية الحوقلة اني اشوف ان انا بقى ارد